موسيقى صباح الخير بحلقة جديدة من أخبار الصباح اليوم الثانين واحد كانون الأول لبنان وضع الصبوحة بوضيع ما بيشبه إلا صباح افتتاح معرض كتاب بيروت العربي الدولي بالدورة 58 وأيضا محطة فكرية مع كتاب صادر باللغة الأجنبية بالإضافة لتأرير غيرها رح ملكون على موعد معه أما ضيفنا لليوم فهو ودي عبد الأحد رئيس لجد مهرجانات دهور الشوير وعيد المغتربين لنحكي أكتر عن نشاطات البلدة مع اقتراب عيد الميلاد ولكن بداية حلقتنا مثل كل صباح بتكون مع اتصالنا مع مصحة الأرصاد الجوية ومعنا على الخط الأستاذ عصام حليوي اللي ناخد منه تفاصيل عن طأس بداية الأسبوع كيف رح بيكون صباح الخير أستاذ عصام أهلا صباح النور اتفضل اليوم الثاني غائم جزئية مع احتمال بعض أمطار المحلية المتفرقة نعم خاصة في المناطق الساحلية الشمالية مثلا دون تعديل أسكر بدرجات الحرارة غدا سلساء غائم جزئيا إلى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة والأربع غائم جزئيا إلى غائم بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة درجات الحرارة كيف رح بتكون أستاذ عصام يعني فيه ارتفاع الأربع ارتفاع ملحوظ حوالي أربع درجات بترتفع أوكي اليوم درجات الحرارة على الساحل من 11 إلى 23 فوق الجبال من 8 إلى 15 الأرض من 0 إلى 7 وفي الداخل من 6 إلى 16 درجة نعم رح يكون فيه شوي ضياح باليومين لا غياح يعني منيحة ماش باشي نعم شكرا للك أستاذ عصام على كل هالمعلومات وبنتمنى لك بداية أسبوع موفقة جوال صباح الخير صباح الخير بيارات لألك للمشاهدين اللي عم بتابعونا بعنوين الصحف وإلى جانب الأخبار السياسية طبعا مهرجين وداع الصبوحة مبارح تصدر العنوين بكل الصحف من دون استثناء بالفعل جمع كل الطوايف مسيحيين مسلمين كل المذاهب كل الأديان كانت حاضرة لو داع الشحرورة رح نعمل جولتنا على أبرز ما كتبته الصحف اليوم إذن واحد كانون الأول 2014 رح أبدأ مع الصورة الرئيسية بصحيفة النهار تذكروني بغيابة شمسك ما بتغيب هو عنوان الصورة كتبت لألة فيروز على أكليل الوداع شمسك ما بتغيب كأنها عم بترنم أغنيتها رايحة عجناح الطير تذكروني بغيابة مع سائر الذين استجابوا وصية الشحرورة صباح أن يفرحوا في يوم وداعة وطبعا الحشود عبت مبارح كنيسة مارجريس بوسط بيروت وطبعا السحات المؤدية لألة في عنوين أخرى في النهار سلام يؤكدوا القرار الحكومي بالتفاوض المباشر حوار المستقبل حزب الله منتصف كنون الأول ملف عبء اللاجئين السوريين يعرضه رئيس الوزراء في بروكسل جلسة لمجلس الوزراء الخميس ولا جديدة في الملفات العالقة ضمن أسرار الآلهة سمع مسؤول كنسي يقول أن الصراع بين الزعماء هو على السلطة وليس على مستقبل لبنان تجرى عملية جس نبض لمعرفة ما إذا كان في إمكان الأقطاب الموارن الاتفاق على مرشح رئاسي واحد لا يزال لبنان في المرتبة الأولى من حيث نسبة التحويلات المالية من المغتربين ردت فنانة على أحدهم كان يقدم لها رجال أعمال في طائرة فقالت مين يعني وبختم صحيفة النهار مع قلم نيلة ويني ضمن افتتاحية النهار وعنوانا صباح وسعيد عائل في عالم الكبار في عنوين السفير الفضيحة تفاوض برؤوس كثيرة والنتيجة صفر واشنطن على خط المقايدة في ملف العسكريين وحول وداع الشحرورة اليوم مقالة بقلم طلال سلمان لبنان يزف صباحه وصورة رئيسية أيضا من الحشود يالي كانت مجمعة وأكيد حملين صور للشحرورة احتجاجات تتحرك والسيسي يؤكد عدم رجوع مصر إلى الوراء مبارك بريء رسالة سياسية وخيبة أمل في الشارع سلام للسفير سنطلب دعم أوروبا مختبرات سلامة الغذاء نقص في المراقبة تسليفات المصارف للقطاع العام تتراجع وختيما إسرائيل آيزن كوت المشكك في قدراته من جبهة لبنان إلى رئاسة الأركان في عنوين صحيفة الحياة نزيف في بورصات الخليج والنفط بين 60 و70 دولارا زيادة فرص دخول روسيا في الركود واقتصادات دول الكبرى توفر 550 بليون دولار في سنة والأسواق الاستثمارية ستخسر تدفق الأموال زعماء عشائر وفصائل مسلحة عراقية يطالبونها بتسليحهم دون المرور ببغداد واشنطن تسعى إلى تشكيل جيش سني قوامه 100 ألف تظاهرات سلمية للحراك الجنوبي في عدن السيسي يأمر بإجراءات لتعويض الضحايا محاولات لتطويق تبعات تبرئة مبارك مقتل 50 من داعش في عين العرب ومجزرة في درعة النظام يفكك قوات الدفاع الوطني وبقلم غسان شربل مقال اليوم بالحياة بعنوان حسنا فعلت وبختم بعنوان أخير البابا فرانسيس والبطريارك بيلتل ماوس يدعوان إلى حوار بناء مع الإسلام بوتين في تركيا يحيد سوريا لمصلحة التجارة نتابع معنوان المستقبل لبنان يرقص حزنا في وداع الشحرورة موسوعة جنس تتجه إلى تصنيفها الأكثر عطاء فنيا في العالم وصورة أيضا رئيسية للورود يلي عمت النثر على نعش الشحرورة أمام كاتدرائية مرجوريس بوسط بيروت الائتلاف الصمت الدولي يشجع إرهاب الأسد مجزرة جديدة في جاسم رئيس الأركان الإسرائيلي الجديد سندمر لبنان في أي مواجهة رحلا في الذكرى المئوية لإلغاء جمال باشا نظام الجبل أهل المخطفين في وداع الصبوحة أولادنا أيضا أبناء البلد فوز كاسح لتيار المستقبل و14 أذار في نقابة أطباء الأسنان في الشمال القبارس يريدون اتفاق الإطار أولا وباسيل يخفق في إقناعهم بترسيم الحدود البحرية وأيضا في المستقبل بالعنوين الداخلية العبادي 50 ألف جندي وهمية على كشوف الجيش وختاما البابا فرانسيس وبطريارك القسطنطينية لنقبلوا بشرق أوسط من دون المسيحيين من المستقبل إلى عنوين الأنوار وبالصورة الرئيسية أيضا جثمان صباحا بيشئ طريقه وسط زحمة المشاركين أمام كاتدرائية مرجوري سنبارح بوسط بيروت وصورة أخرى على شمال الصفحة للجثمان محمولا من أبناء بلدتا بيبددون إلى مثواه الأخير وضعوا صباح بأغانيها إعداد جدول أعمال لحوار المستقبل وحزب الله مشروع عربي يضعوا جدولا زمنيا لقيام الدولة الفلسطينية بقلم المحل الأسيسي حوار التحضير وحسن النيات البابا والبطريارك المسكونين ندعو المسلمين والمسيحيين إلى العمل معا ثلاثون غارة للتحالف على مراكز داعش في الرقة وبختم مع الأخبار الأخبار الاقتصادية تراجع في أسواق الأسهم الخليجية عفوا احتبع مع عنوين صحيفة اللواء خلية الأزمة تجمد إعدام البزال وجملات يستعجل المفاوضات المباشرة سلام في بريكسال اليوم لحشد الدعم للصندوق المتعدد وحزب الله لن يحاور على حساب عون الحوار على إقاع الواقعية السياسية عنوين مقالة بقلم صلاح سلام وبصورة رئيسية طبعا من أجواء وداع الصبوحة مبارح أغاني صباح في وداع الراحلة الكبيرة إحراق مدرسة عربية يهودية في القدس مشروع عربي إلى مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال النظام والتحالف يتناوبان على قصف الرقة ومقتل خمسين جهاديا في كوباني المعارضة تتقدم نحو الزهراء وسقوط مناطق استراتيجية من حندرات بوتين في أنقرة اليوم لبحث منطقة عازلة في سوريا تبريئة مبارك المهم الاستقرار وختيما جمال الجراح لللواء التفاؤل الحذر بالحوار مرهون بنتائجه جولتنا بالتابع على العنوين مع صحيفة البلد الحكومة تفاوض الخاطفين وعين الحلوي يرفض الاتهام مسلسل القصف لقراء الكار الحدودية مستمر خطر الموت على طريق الهرمل المراسلون الحربيون عاشقون حتى الموت البابا من تركيا عنف الإسلاميين خطيئة وبالصورة الرئيسية وإلى الضيعة تعود بترجمة العنوين صحيفة The Daily Star اليوم حزب الله يصر على دعم عون العناد في الموقف يعقد خطط الحوار بين الحزب والمستقبل وبالصورة نشرتها صحيفة The Daily Star اليوم صباح أسطورة لبنان في البال بعنوين أخير داعش يتكبد خسائر فادحة في عين العرب من The Daily Star إلى لوريون الجور وفي عنوينه في جنازتها عيد عنوين أيضا لوضاع الشحرورة مع صورتين بتنشرهم صحيفة لوريون الجور وفي عنوين سياسية مفاوضات مباشرة بين الدولة والخطفين علي البزال يحصل على تأجيل جديد طرابلس وصور يدا بيد من أجل وحدة لبنان بالنشاط يلي نظمته مبارح بيروت سيليبريشنز يلي جمعت كل أبناء لبنان بكل مناطقه إيد بإيد من ترابلس أو عكار تحديدا إلى صور جزاء الخوري ما لا أستغني عنه أبدا جواز سفري اللبناني نتابع معنوين صحيفة الشرق داريان والمجلس الشرعي يشيداني بمبادرة الحريري الحوار ينطلق هذا الأسبوع بزخم البابا فرانسيس لوحدة الكنيستين الكاتوليكية والأرتودوكسية جملات مستعد لمفاوضة الخاطفين وأبو طاقية يستعجل قرار الحكومة وبقلم عن الكعكد من رئي الشرق وزير لخارجية لبنان أو وزير خارج على لبنان إقفال معمل تعنايل بالشمع الأحمر قتلان باشتباكات تبرئة مبارك السلسلة يدا في يد للبنان لمعاوضة أفضل مصرفي خمسون قتلا لداعش في عين العرب عدن تطالب بالانفصال وبالصورة الرئيسية السيد ماجد الرومي وقبلة الوداء على نعش الراحل صباح وتبقى الأسطورة ومن الشرق إلى عنوين الشرق الأوسط خلافات الحراك تأجل إعلان دولة جنوب اليمن آلاف يحتشدون في ذكرى الاستقلال وهذا يدعو لإمهال حكومة الكفاءة الرئاسة المصرية تؤكد أن لا عودة إلى الوراء محامي مبارك لشرق الأوسط ينتظر نقد الغرامة لإخلاء سبيله أنباء عن أسر داعش جندية إسرائيلية متطوعة مع الإكراد سوريا مجلس قيادة ثورة جديد لترتيب الداخل تكليف رئيس الوزراء المستقيل تشكيل الحكومة برلمان البحرين أكثر من ثلث المقاعد للشيعة والهيمنة للمستقلين وختيما في الشرق الأوسط تدافع محموم على البيع وعمان الأشد تأثرا أسعر نفط تهوي ببورصات الخليج إلى مستوى قياسي جديد بعنوين صحيفة الأخبار القلمون انشقاق في داعش وقائع المفاوضات مع النصر هكذا أرجع ذبح علي البزل في عنوين أخرى نصر الله استقبل المالكي وأشاد بشجاعته طي الفصل الأخير من ثورة يناير وختيما عرس تشييع الصبوحة زغريد ورقص وفرح وجولتنا من اختمام عنوين صحيفة الجمهورية بعنوين الرئيسي الحوار في عين التيني قبل 15 الجاري بشائر تفاهم سعودي إيراني في لبنان البابة في تركيا لا شرق أوسط بلا مسيحيين لبنان يخسر تحويلات من نيجيريا وأنجولا بقيمة مليار دولار وبختم مع صورة رئيسية صباح إلى مثواها الأخير والصورة بعنوين عرس الوداع ومعها الصورة من عنوين صحيفة الجمهورية من كون ختمنا جولتنا على الصحف طبعا نحن توقف مع فاصل إعلاني مثل العادة ومن بعده منتابع